السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام عمت الفنانة يسرى وبدأت تمثيلها في عمر الثلاثين عام وهي الفنانة أمينة شريف أمينة شريف بدأت مشوارها الفني في بداية الآربعينيات وكان عمرها في الوقت ده ثلاثين عام وبدأت مشوارها الفني في سن كبير واشتهرت بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي ثم انطلقت إلى السلمة وابتعدت عن العمل فجأة في الستينيات كانت ممثلة سنوية أدوار المساعدة بجانب كبار النجوم ولم تحظى أبدا بدور البطولة المطلقة وعانت من التهميش طول حياتها الفنانة أمينة شريف هي من موليد 26 يوليو عام 1912 واسمها الحقيقي أمينة حافظ نسيم وكانت تتميز بواجه ملامح هادية وبدأت حياتها الفنية مع الفرق المسرحية الكبيرة حيث ارتبط اسمها بأعمال معظم النجوم في الوسط الفني ومنهم الفنان يوسف وهبي وجورج أبيض وأمين أعطالة ولم يتم تصوير تلك الأعمال المسرحية معهم وبدأت أمينة أعمالها الفنية من خلال فيلم على مسرح الحياة من إخراج أحمد بطرخان وبطولة حسين رياض وروحية خالد وكمان أنور وجدي ثم ظهرت في نفس العام في فيلم أحب الغلط في دور ناهد وكمان توالت بعد ذلك عليها الأعمال السلمائية فقدمت ما يقرب من خمسة وعشرين فيلما كان آخر فيلم لها 1960 والوقت ده رحلت ولم تعد إلى السلمة مرة أخرى ولم يسمع عنها أي خبر حتى الآن وشاركت الفنانة أمينة شريف عدد كبير جدا من الأعمال السلمائية واشتهرت بها وفي عام 2017 وكشفت الفنانة يسرى في تصريحها في أحد البرامج أن الفنانة أمينة شريف بتكون عمتها وبدأ الجمهور يقارم ما بين يسرى وعمتها وقالوا أن هي فيها ملامح كبيرة جدا من شكلها وقالوا كمان أن رحلت الفنانة أمينة شريف عن عمر يناهز 69 عاما رحلت في 13 ديسمبر عام 1981 بعد مسيرة فنية قصيرة استمرت 18 عام قدمت خلالها أدوار رغم أنها سنوية إلا أنها محفورة في ذاكرة السلمة واستطاعت خلالها أن تثبت نفسها على الساحة الفنية لتذكرها جمهورها ومحبيها حتى الآن رحم الله الفنانة القديرة أمينة شريف ترجمة نانسي قنقر